تم عقد دقاء مع سيد رئيس الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي لجولة أبريل وبالطبع طرح وفد الاتحاد المغربي للشغل الإشكالية لغلاء المعيشة لعموم الأجراء وللفئات الشعبية بل حتى للطبقة المتوسطة وطالبنا من سيد رئيس الحكومة سن ميكانيزمات من أجل التخفيف من هذا الغلاء والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المجراء والفئات الشعبية واقترحنا أن تكون الضريبة على القيمة المضافة كآلية للحفاظ على القدرة الشرائية ثم بالطبقة مركزية نقابية طالبنا بزيادة عامة في الأجور لتدارك ما ضاع من طبقة العاملة من قدرة شرائية والحين كثيرا على تخفيف الضريبة عن الأجور ما يعرف بالضريبة عن الدخل فذكرنا أن الطبقة العاملة وعموم الأجراء يؤدون الضريبة عن الأجر بصفة منتظبة وبدون تهرب جبائي وبنسبة عالية تصل إلى 38% فطالبنا بالتخفيف الضريبة عن الأجر من أجل تحسين الدخل للأجراء وكذلك طرحنا إشكالية الحوارات القطاعية التي كنا تفقنا عليها في المحضر 20 أبريل من سنة الفارطة في القطاع الخاص بجموعة للشركات وخاصة شركات المتعددة الجنسية فتحت حوارات مع الممتلين نقابية للاتحاد المغربي للشول وأبرمت تعاقدات وصلت إلى زيادات في نظام التعويضات والأجور أما في الوظيفة العمومية وللأسف إذا استثنينا وزارة الصحة للوزير صهراء على حوار اجتماعي ووصل إلى تعاقد مع الممتلين النقابيين للاتحاد المغربي للشول ووزارة التعليم لسيد الوزير مع الجامعة الوطنية للتعليم وصلنا إلى تعاقد يحل جزءا من المشاكل للأسرة التعليمية فكيفما كان الحال كان حوار كذلك وزارة المالية فوللأسف لاحظنا أن هناك خصاص في الوزارات ليتابع الدولة أكاد أقول أن مجموعة من الوزارة لا يؤمنون بالحوار الاجتماعي وبالفضيلة دياله وهذا من المعقول ثم بالطبع تطرقنا إلى الحريات النقابية ونقاط أخرى تهم عالم الشغل فسيد رئيس الحكومة من بعد وحد الحوار اللي هو صريح وبالناء بالطبع كعادة الحكومة أعطتنا الإكرهات المالية والمكرو الاقتصادية ولكن يجب كذلك قلنا لهم أن تراعي البعد الاجتماعي فهناك وسائل أخرى لجلب الموارد المالية والميزاناتية من أجل الاستجابة للمطالب للأجراء ففي الخلاصة تفقنا باش نعقدوا باش نكونوا واحد للجنة فيها الحكومة والممتلين ديال الالتحاد المغربي للشغل لتدارس كل هذه المحاور على أمل باش نوصلوا إلى نتائج ملموسة قبل فاتي حماي لنتمنى أن تكون هذه النتائج ملموسة حتى نزف هذه البشرى إلى الطبق العامل بمناسبة هذا العيد العمالي وإذا كانت هذه البشرى فذاك فإلى ما كانت شيء سنجعل من فاتي حماي يوم النضال ويوم الاحتجاج ويوم الرفع ديال المطالب ديالنا جهرا في كل المدن المغربية موسيقى موسيقى موسيقى